ودع نادي برشلونة الإسباني مسابقة دور أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007 بتعادله بهدف مقابل هدف مع مضيفه باريسان جيرمان الفرنسي في لقاء الإياب بعد سقوطه ذهابا على أرضه في مباراة شهد التألق الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله إذ تقدم فريق العاصمة الفرنسية عن طريق كيليان بابي من ركلة جزا في الدقيقة الثلاثين ليدرك الأرجنتيني ليوني الميس التعادل بعد سبع دقائق وكان سان جيرمان ألحق خسارة مذلة ببرشلونة بفوزه عليه في عقر داره ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب كامب نو لذا دخل فريق المدرب الأرجنتيني موريسيو بوكيتينون مباراة بأريحية أكبر للعبور إلى ربع نهائي رغم انتكاسته المحلية الصغيرة عندما سقط أمام موناكو من جهته كان يدرك فريق المدرب الهولندي رونالد كومان أن مهمته تتطلب معجزة كبيرة لكن الأمل بقي قبل المباراة لسيما بعدما حقق ريمونتادة صغيرة الأسبوع الماضي بتعود تأخره ذهابا في نصف نهائي كأس إسبانيا أمام إشبيليا إلى فوزه